موسيقى موسيقى السلام عليكم اخوات لبس عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم في قناة ام مريم من شاء الله نقدم لكم واحد العقدة دي الكوكا وبالنسبة للوز كالجيزوينة ومتنسوش لعجبكم الفيديو بحل دي ما تبعطاجهم مع العائلة ديالكم مع المعارف وتخليوا لي تعاليق ومتنسونش باللايك لعجبكم الفيديو وليبندوزوا المقادر والطريقة تحضير هذه العقدة بسم الله على بركة الله بالنسبة للمقادر اللي قد نحتاجه في هذه العقدة بالنسبة لي أنا تغنص المقادر عندي هنا نص كيلو الكوكا الكبير بالقشرة أنا أخذت هذا بالقشرة ممكن تجيبوا بالقشرة هذه يعني زوينة كتجيه هي المعتمدة عندي مش حال هذه ما كتجيش فاقة عن نسمة ديال ديال كاوكا وما كتبانش كاوكا وما كنتيش دواق 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 يعني ما كتبانش يعني طلبتها مني وحد الأخت ونتمنى تكون شافت هذا الفيديو هذا مهم هذا من وقت اللي قد نحتاجه بالنسبة لغدي نحتاجه حامضة يعني ضروري هذه الحامضة يعني ضرورية هي اللي قد تحيل لنا هذك زفورية ديال كاوكا ضروري ندروها البنات يعني كيف تعرفوا كاوكا ومني كان مني كان ندروه هكا عقدة يعني كي يبدي بحلق حل ماشي بحل لوز صافي نحتاجه هذا الروح اللوز يعني هذا الروح اللوز نمر مولي غلي نحتاجه وروح الزهر ضروري البنات مكونات هذه هذا الروح الزهر يعني كتبعة بخمسة دراهم ديال العبار صافي وغلي نحتاجه المازهر الاخر ديال بالعامري العادي أي مازهر ممكن تخدمو بي وليبن ندروه طريقة تحضير بسم الله غلي ناخد واحد كاسرول مهم إما كاسرولة إما وحط تنجرة تكون غارقة شوية صافي ندروه كوكاو من بعد ما نقيته مزيان ومسحته إن كانت فيه شي حاجة صافي ناخد هذه الحامضة نقطعها دوائر نقطعها كدوائر ولكن ضروري البنات هذه الحامضة نأكد عليها نضع المزيدة نضع التشغيل كوكاو من قبل أن يكون بيض يمكن أن يكون يجب فيه ومسحته هذه هي الطريقة الطريقة المعتمدة معنا بعد قطع حامضة هذا الدوائر نضع الماء 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 عادي من المرحلة الأول نضع الماء عادي من الماء الماء عادي نغطيه كوكاو نغطيها جيدا ثم نقوم بفوق البوطة مهم البنات من بعد مدة الكوكاو فوق البوطة في هذه المرحلة حتى يبدأ يغلي نحسب لها الوقت لكي نحيطه حتى يبدأ يغلي ما بين 15 دقيقة حتى الى 20 دقيقة هذا هو الوقت لكي نحسب لها الوقت ومن بعد نتلقى معاكم من بعد ما أخلي الكوكاو دي تقريبا 20 دقيقة كيف تشوف اللون دي له كيفاش يولي يعني ذاك الحامض كي يخليه يجي بيض بعد نقسمه واحد الوحدة ونقسمها ونشوف الداخل دي له القلب دي له كدير يعني خاصة ذاك البيودية ما تقش بالينة بزاف اللي كتكون الداخل باش كي يحيدين ذاك الجهد دي له وكي يجي هناك الكوكاو دي له بيض كيف كتشوفوا دي با غدين نحلها يعني تبالين نغير واحد شوية البيوضة حيث ما زال غدين نعودوه نديروه يغلي صافي دي با غدين ناخد هاد الكوكاو دي له غدين نمشي نصفيه باش كنت ندوزه المرحلة اللي مورا هادي المهم من بعد ما صفيت الكوكاو دي هالي حيتمنى دوك الحامض صفيته مزيان ان ناخد هاد الروح دي اللي لوز المر ناخد منوه واحد معلقة كبيرة عامرة يعني هاد القيس هادا بالنسبة للسكيلو دي الكوكاو هادا الروح دي المظهر الروح دي هالو ده اتمنوه معلقة كبيرة احته هو هادا الروح دي المظهر العادي يعني اللي كتبع في القرآة اتمنوه واحد معلقة كبيرة صافي دي با غدين نزيد وعليه المطايب يكون طايب مزيان يكون اغليان وغدين نديروه فوق البوطة من بعد ما ذاته فوق البوطة يعني بحل مرحلة اللولة ها نخليه ما بين 15 حتى 20 دقيقة هادا الوقت اللي غدين نخليه فيه يغليه مزيان وغدين نصفيه المهم من بعد ما خليت كاوكا دي تقريبا压 20 دقيقة سفيته وهذا بقي سخون يعني كنتكن سفيته هادا ال�도 هادا الى بتكون وسط كاوكا من قديت له تقريبا من قديت كنحايده Internet التقريبا من النسخ ويجينها مجهد يعني هادا الshit تخلي كاوكا ويجين ايين ديه الوغو frigالو مجهد يعني اللي كان عندكم الخاطر غدي تحيدوا مهم هدي بغيت نقولها لكم حتى انا كنحيدو ممكن ما تحيدوش على حسب الرغبة ديالكم المهم بالنسبة انا كاوكا ودرتو بالليل يعني درتو بالليل انا اخذت لي ان شاء الله حتى لغت ليه في الصباح عاد غدي نخدم به يعني كنبغين اخدارو خصوين شيف شوية انا اخذت غلى هذا ورق النشاف درتوه من تحت ممكن تديرو شي من دي لكون شرب لكم الماء بحال بحال صافي غالين هاكا نفرقوا على بعدياته ونخلي ان شاء الله حتى الصباح ونوركم بطريقة ليلة الطحين دياله مهم ضرور خصوين شيف شوية درتو بالصباح درتو بالصباح في الليل تحنوه درتو بالليل غد ليه في الصباح ان شاء الله كتطحنوه مهم البنات من بعد ما خليت الكاوكاو ديالي الليلة كاملة صافي يعني كنت اكدو انا ونشف كنفرقوا الحبك هالقواناشفة كنت نطحنوه طحنة اللولة يعني غير بوحده كنت نطحنوه في الماكينة ممكن نطحنوه على العطار انا عندي هاد الكمية يعني غير نسكيله بغت نطحنه غير في الضار بش نوم الطريقة ديالي كيفاش كنت نطحنه لا بغتوا تديرو على العطار يعني كتخلطو كل شي في خطرات هوا وساندة وكتديرو الطحنوه صافي نطحنو طحنة اللولة كيفك تشوفو البنات يعني اللون ديالو كيفاش كي يجي يعني مكيجيش فيا ذيك اللون يعني ذكي الزرق ديال كاوكاو كي جي بيد يعني مكية نطحنو كيجي بيد يعني ذكي الدوور ديال الحامضで نديرو يعني الدوور ديالو مهم في هذه كاوكاو هذا يعني وخارك لي انا مثلا كتبغي 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 الحلوة دي العقدة دي الكوكوي يعني ما كتدرش لها بدك ممكن تخلجها ككوكا والطحنية وكتريبي يعني من الاحسن نحيده في هذك النسمة المجهدة عادي نخدمه بالحلوة الحلوة دينا كاملة هذي الطرق اللي كنعتمد انا في اي حلوة كجيبنينا يعني ما كتش في هذك لغون مجهد كيف كتعرف الكوكوي يعني كيبقى كيبقى مجهد يعني ما كنستحملوش انا بدك الجهد دياله وكيمكن ندر بها الطريقة هذي يعني شوية كنخفوه صافي عد لنا نطحنه كامل بها الطريقة هذي كيف كتشوفوه هذه الطحنة اللولة شوفو اللون دياله كيفاش البنات مهم دي بره اني طحنته كامل يعني طحنة اللولة دا بغد نزيد عليها السكر بالنسبة السكر ممكن تطيرو رابعة ممكن تطيرو ميتين قرام بالنسبة لي انا قدرت تطيرو ميتين قرام يعني كندش انا رابعة سوى اللوز سوى كوكاو ممكن تطيرو رابعة لحسب الحلاوة انتم مش نباغين انا ما كملتش رابعي يعني دات رابعة قل خمسين قرام سوفي غنخلط معا هاد شي مزيان مزيان المهم من بعد ما خلطت معا سكر سانيدة يعني من احسن ديرو سانيدة ما تديروش سكر غلاسي انا مكيعجبني سكر غلاسي في العقدة كتجي هكاما مرخوفة بزاف ما كتتعجبنيش انا في خدمة دياله صافي غالي نطحنو غالي نطحنو مع السكر كيف كتشوفو بحتى كتعلق لينا ومنبالغوش بزاف طحن دياله غيرها كايبة اللي نرى معلك صافي راه واجد ونقش نطحنوه فيه بزاف تيتعجن صافي راه نصمر نفس الطريقة حتى نطحنوه كامل ونتلقى معاكم مهم من بعد ما طحنت كاوكاو يعني دغي 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 كتتحن ما كي يخش معنا شي وقت بزاف صافي راه نقول لكم اشنو كندير معا انا كجيزوين بعد التنسيمات كندير معا شوية مسكو حرة المسكو حرة يعني تخيب انا واحد ثلاثة الحبيبات هيك كندحنو مع شرية السكر كلاسي كنديروهم عندي معلقة صغيرة عامرة ديال المربا ممكن تعودوه بالنباج ممكن تعودوه بالكليكوز يعني لحساب الشنو كين عندكم بحل بحل عندي هنا يا نكهة دياللوز كتبع بالعبار عندي هنا ندر شوية الروح ديالزهر غير شوية ما نكترش يعني مجهد صافي هنا درت معلقة صغيرة مع مرش بزاف ديالزبدة ممكن تديرو ديالعلب ممكن تديرو سبيسيال انا هنا درت يعني سبيسيال ممكن تديرو اي زبدة بغيتو حتى ديالعلب يعني كي زد جيم زيانا صافي كان خلطها تشيم زيانا وكان نزد عليها المزهر يعني المزهر باش كنجمع عدل العقدة هادي قد نجمعها وبالنسبة الكوكاو عكس اللوز بالنسبة الكوكاو ما كيبغيش تدليك بزاف يعني ما كان بالغو في تدليك ديالو كيبقى تلقني ندك الزيت هاد اول اختلاف ديبيناتهم وبعد مرات كنطيحو في شكالة ديال الكوكاو ديال اللوز كتكون ميد دمى يعني كتعدب غدني نقول لكم شنو تديرو لقيتوه ميد دم صافي كانت جمعت شي مزيان مزيان كيبقتلكم من بغوش في جميع ديالو وفي تدليك ديالو وفي حالة ما مثلا ديتو كتجمعو فيه او تدركو فيه وطلق لكم الزيت سوى هو سوى اللوز يعني غدتشدو غل المظهر تتسخنوه مزيان مزيان اما المظهر اما الماطيب اما الماء يغليه مزيان وتشدو واحد معلقة كبيرة تديروها وتجمعوه ما تجمعش لكم بذلك المعلقة كتزيدو معلقة اخرى مهم هالطريقة هادي اللي كندير انا باش كتجمع ليه المهم ديبرا العقدة ديالي واجده صافي قد جيلت شكل هادا وكتجيزوين البناج ممكن تجيش في هذه الوغوة الكوكو المجهد ومن بعد ان شاء الله سأقدم معاكم هاك هاشكيدات بالعقدة ديالكوكو صافي قد نديرها في السلوفان انا نخطيها مهم انكم تخطيوها مزيان يعني ما تخليوش عريانا باش ما تنشيف لكم في الدلاجة من كتبغي تخدمو بها كتلقى واجده في الدلاجة دبا مثلا درتوها بحاليوم حتى الغدلين ان شاء الله عد تخدمو بها يعني ما تخدموش بها نفس النار لان هي كتشرب بعكس دياللوز وفي حالة ما يعني اجبتهم الدلاجة وتخدمو بها ولقيتوها ناشفة يعني زادوا فيها غير شوية المظهر صافي قد ترجع يعني عادي وانتمنى من الفيديو ديال اليوم ينال اعجاب ديالكم وتبارتاجهم مع العائلة ديالكم مع الاصدقاء مهم البنات وما تنسونش من التعليق ديالكم الزوين اللي كتخليوليا يلي كتعني واحد طاقة باش كنكمل الصراحة يلي كتعني واحد طاقة ايجابية مهم بسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله واخدتلكم الراحة اشتركوا في القناة